موسيقى موسيقى انا اذكر انه في فترة فترات الجمهور كان يشتغل يقولون سامي مناعنا وقفل قنواتنا وما خلانا نسجل اليوتيوب القناة ومدري ايش وكانوا بعض الناس يعتبرون هذي فكرة سلبية الان التجربة انضجت تقريبا كيف قراءة التجربة خاصة السلبية في كل مرحلة تغيير لازم تتيقن انه حتكون لك رجلت فعال السلبية وهذا شي طبيعي ثم مستقبلا يسفق لك الجمهور بالطريقة اللي اتخذتها اليوتيوب قديما قفلت قنوات كثيرة في اليوتيوب تأخذ من منتجات بداية او برامج بداية فزعلوا وفي بعضهم طلعوا بيانات واللي بعد زعلوا ولي راسوا الرسالة الخاصة واللي اشتكى واللي مدرويش في النهاية انا قلت قناة بداية اليوتيوب بداية فكل القوة تبحت تصب فيها ومنها صارت المشاهدات والتفاعلات والمليارات حتى المشاهد صار اذا حاب يشوف شيء يعرف وهم مكانه مو يبحث في اليوتيوب يقعد نص ساعة عشان يوصل لمقطع معين او فترة معين انا اروح لليوم القى قائمة تشغيلية خاصة باليوم بعد البرنامج حين انا زيت رصيدك 5 قبل لمسا راجع كلام اليوم رح ادخلت على قائمة تشغيلية حق كلام اليوم لقيت كل حلقات كلام اليوم يا سلام عليك وقائمة تشغيلية يومية وقائمة تشغيلية لكل متسابق نهاية البرنامج وكل فقرة من الفقرات اليوتيوب فرق معك في موضوع المعلنين والإحصائيات وسمعة القناة لا شك